تمثل فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر وازدادت قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بفضل الاتفاقات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتحتل فرنسا المرتبة 12 في قائمة شركاء التجاريين لمصر ويقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر بنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عمل علاقات اقتصادية متينة ومتنهمية تجمع مصر وفرنسا وتمثل قوة دفع إضافية لعلاقة سياسية راسخة بين كل من القاهرة وباريس علاقات شهدت تطورا كبيرا على كافة المستويات خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجاء التعاون الاقتصادي بين البلدين ليتوج تنسيقا وتفاهما كبيرا على المستوى السياسي تشير الأرقام إلى أن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الفرنسية والتي بلغت في مصر حوالي 5.5 مليار يورو في مختلف القطاعات من بينها النقل ومعالجة المياه والطاقة وتصنيع الدواء وتوزيع المنتجات التجارية والإنتاج الصناعي فرنسا تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر حيث تحتل حاليا المرتبة الثانية عشر كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي وتعمل على أن تكون الشريك الأولى أوروبيا ومن بين الأوائل عالميا ويعد قطاع النقل أحد جوانب التعاون الكبير على المستوى الاقتصادي بين مصر وفرنسا وقد وقعت الحكومتان المصرية والفرنسية على اتفاق تمويل توريد 55 قطارا جديدا للخط الأول لمتر أنفاق القاهرة العلاقات بين القاهرة وبريس شهدت تطورا كبيرا خاصة في ضوء زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ أربعة مليارات يورو حيث استطاعت مصر تخفيض العجز في الميزان التجاري بفضل صادراتها من الغاز في ضوء أزمة الطاقة العالمية وفي خضم أزمة الغباء العالمية حرست فرنسا على دعم مصر حيث أكد سفير فرنسا بالقاهرة أن بلاده أصبحت ثاني أكبر مورد للقمح إلى مصر بتوريد حوالي واحد واثنين من عشر مليون طن من القمح إلى مصر عام الفين اثنين وعشرين كما تعد الوكالة الفرنسية للتنمية الذراع الفاعل لتوطيد التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا حيث أثبتت الوكالة أنها شريك هام وعنصر أساسي في توطيد العلاقات بين البلدين وتقوم الوكالة باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية لدعم الحكومة المصرية بشكل حفيث ومستدام لتحقيق الأهداف طويلة الأجل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وفي إطار الروابط العميقة بين القاهرة وبريس أطلقت الوكالة الفرنسية للتنمية في مايو الفين اثنين وعشرين استراتيجيتها الجديدة للتعاون مع مصر والتي تصل قيمتها إلى واحد وخمسة وعشرين من مئة مليار يورو حتى عام الفين وخمسة وعشرين كما وفرت الوكالة الفرنسية في عام الفين اثنين وعشرين حوالي ثلاثمائة وخمسين مليون يورو لإقامة برنامج في مصر بمجال النقل والأمن الغذائي علاقات اقتصادية راسخة تسعى كل من القاهرة وبريس لتنميتها وزيادتها بما يتناسب ومستوى العلاقات السياسية بين بلدين صديقين وحليفين